يا مسائل فل عليكم واخباركم ايه يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة الصحة دي حاجة مهمة اوي كنت تتعبين بقى لي فترة عندي حساسية جيوب الانفية اللي عندهم جيوب الانفية في الايام دي بيعذبوا فعلا عذاب ربنا يكون فعونهم جميعا واول ما صوت يبتدى يطلع قررت اعملكو فيديو من الفيديوهات المؤجلة حاجة مهمة جدا جاية للسوق المصري وشركة قوية شركة اونر اونر شركة طبعا كانت مشتقة من هواوي وبعد كده لما حصل شوية مشاكل كده فصلت تماما عن شركة هواوي وبقت اونر شركة مستقلة فيها خدمات جوجل اللي محرومة منها هواوي فيها كل الابشنز الحلوة اللي كنت بتاخدها في جهزة هواوي بقيت بتاخدها في اونر وبخدمات جوجل زي زمان هنشوف التسعير بتاعهم هنشوف ايه الاخبار ويلا بينا نبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنساش لايك للفيديو سبسكرايب للقناة فعل زر الجرس يلا بينا موسيقى و اونر 50 اونر 50 كانت تقدم قيمة جيدة مقابل سعر و بعد خدمات جوجل رجعت تاني و اونر 50 سنتحدث عنه في فيديو و بعد ذلك في التفصيل لان التريفون ده فيه تحديات جمدة قوي انه هو هيكون موبايل نازل لصناع المحتوى للفلوج للحاجات دي فليه تجربة قصية معي ايه هتطلعه فعلا راجع و بقوة ايه هتفضحه نتكلم بقى عن الكنج عن الاونر ماجيك سري برو بلس اللي هو واخد كل البروهات والبلصات اللي عند الشركة كلها مبدئيا الموبايل مش خفيف في الموبايل وزنه 236 جرام وده علشان الكاميرات والعدسات والحاجات الكتير قوي اللي فيه هتلاقي وزنه تقيل بس الشاشة مش صغيرة الموبايل بيجي بشاشة 6.76 يعني 6 و 8 بوصة تقريبا شاشة OLED 1 billion color 120 hertz HDR 10 plus 4K كل اللي نفسك فيه هتقوله الشاشة 456 بيكسل على حجم الشاشة ده يعتبر اعلى درجة نقاء الوام ممكن تاخدها الشاشة لما هتشوفها هتحس انها شاشة موبايل قيم موبايل غالي وحتلاقي فيها الحركة بتاعة واوي اللي كانت هي ابتدت بيها وهي الجوست اي او عيون العفريت اللي موجودة في جنب الشاشة كمان الاج هنلاقيه ايج حد جدا ايج نازل لتحت واخد زاوية تقارب 86 درجة يعني واخد ايج حد جدا بس شاشة تدل النقشي الجهاز قيم ظهر بتاع الموبايل طبعا من الازاز وفيه ستراب وتطليعات كده جميلة وكاميرا تعتبر املاقة كاميرا هجومية جمدة جدا شكل الدايرة اللي الناس قالت عليها فيه وقت من الاوقات غسالة هي فعلا شمل غسالة شوية ولكن هتحسها كاميرا هجومية وشكلها جامد كده شكلها مدي ايمة وفخامة الموبايل انا بحب الحاجات المطرقعة المجنونة عشان كده عجبني بصراحة التصميم وهو في النهاية طبعا تصميم مقارب لتصميم الميت سيرتي بورش ديزاين من واوي الموبايل مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 ولمسافة متر ونص تحت الماء ولوقت 30 دقيقة وهنا اونر مش هتلاقي عندها الكلام ده كلام على ورق اونر هتلاقي الخامة اللي محطوطة هي انضف نوع خامة ممكن تخدوه في موبايل الموبايل بيجي باندرويد 11 المبني على وجهة ماجيك يو اي 5 وطبعا فيه خدمات جوجل والمعالج هنا هو احداث معالج من شركة كوالكم 38 بلس المعالج الصادر ليه اصلاح اخطاء معالج الثلاث تمانيات معالج طبعا 5G 5 نانومتر معالج بيطير في الاداء وفي كل حاجة من المعالجات الخارجة عن التقييم يعني خلاص بنبقى عارفين اداءه وهنا السوفتوير مساعد المعالج على انه يدي افضل اداء ممكن يطلع منه وما فيه سخونة بصراحة اداء المعالج عظمة الموبايل بيجي بنسخة واحدة 12 جي جرام مع 512 ولا يمكن اضافة كارت زاكرة وطبعا جاي باعلى خامات لنوع الزاكرة وموبايل هنا ما بيهزرش نازل لفق معانا بال512 وهيتحمل لل512 نازل ما بيهزرش نيجي للكاميرات واللي هي نقطة التحول وخصوصا ان الماجيك يو اي بيكان عنده قدرة من ايام الونر توينتي على معالجة الصور اللي يليها بشكل كبير فهل استمروا في الدراسات دي وطوروا ده ولا لا ده اللي هنشوفه من تجربة الصور الونر ماجيك سري برو بروس بيتميز ان الكاميرا هنا 50 ميجا بيكسل اومني داريكشنل وكمان عندك فتحة عدسة 1.9 فتحة عدسة قادرة على استقطاب ضوء بشكل كويس والكاميرا التانية بتاعت التلي فوتو 64 ميجا بيكسل ديك 3.5 اكس اوبتيكال زوم يعني ايه موازمة الموبايلات بتدي 3 وفيه بيدي 5 وفيه ارقام ولكن هنا بيديك 10 هايبرد يعني يقدر يديك تقريب 10 درجات للرؤية اللي انت شايفها للشيء وهنا ده بيخلي الصورة فيها معالجة لطيفة لما بتكون العدسة معمولة بين انكاس المراية يعني عدسة هنا عشان السمك اللي موجود في التلي فون عاملة انكاسات عشان يطلع لك افضل دقة لدرجة التصوير عن بعد ولكن معالجة الصور بالليلي هي افضل شيء في كاميرا الموبايل بالاضافة لانه طبعا الصبح بيتعامل مع الديناميك رينج ومع التصوير بشكل احترافي بصراحة كاميرات اونر ومن ايام كاميرات واوي كانت بتدي تصوير ممتاز في زمن ما كانتش فيه كاميرات مطورت بالشكل اللي موجود دلوقتي ده كاميرا السيلفي 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وفيها برضو ألترا وايد 100 درجة وطبعا فيه كاميرا الجانبية اللي هونر بتعشقها التي او اف او السري دي اللي بتدي ديفس وبايومتريك السنسر وهنا بتصور فول اتش دي بالكاميرا الامامية وفور كي للكاميرا الخلفية خلينا نقول كاميرا التي او اف دي ما حدش بيستخدمها كتير ولكن هي بتمفع طبعا اونر واوي بيعشقوها قوي بتنفع على بعض للشغل بتاع بعض الناس ولكن هي في الفيس انلوك بتبقى عظمة جدا جدا طبعا الموبايل هنا مش زي الاونر 50 جاي بيستيريو سبيكر وطبعا الصوت هنا حاجة مفيش كلام عليها صوت كأنك بتسمع سبيكر اداة المستشارات في الموبايل كويس جدا بتديك اداة كويس طبعا من زمان سواء بصمة الشاشة او المستشارات الخاصة بالجي بي اس او الحاجات دي من زمان واونر مظبوطة فيها جدا ومن اكتر الشركات اللي بتديك فعليا شغل كويس من المستشارات اللي موجودة في الموبايل ما بيبقاش فيها اي نسبة لايك بطارية هناها 4600 ميلي امبير مع شحن سريع 66 واط وفاست ويرلس شارجر 66 واط وفيه ريفيرس ويرلس شارجر طبعا ورفيرس ده بيكون 5 واط خليني اقولك ان هنا بطارية اونر اتعامل معها باختلاف شوية على انها بطارية قوية غير البطاريات كتير استخدمتها 4600 مع المعالج الثلاث تمانيات بلس هيدوك اداء تجربة مش هتخدها في موبايلات كتير يعني اقدر اقولك ان البطارية ممكن تقعد معاك مع حجم الشاشة ده 6 ساعات سكرين اون تايم وده رقم كبير جدا وممكن تزود شوية لو انت مش يعني من الناس اللي بتستهلك الموبايل في جيمز او بتستغلك كل الكورز بتاعت المعالج تجربة الكاميرا هنعمل لها فيديو لوحدها وان شاء الله استنوني قريب قوي على تجربة الاونر 50 وفيديو لتجربة الكاميرات الخاصة بكل موبايل فيهم خليني اقولكوا انكم هتشوفوا تجربة جديدة جدا في الونر 50 واشوفكم بقى فيديوهات جاية ان شاء الله ما تنسوش اللايك والسبسكرايب سلام